كالحريات العامة والإعلام يتراجع مؤشر سيادة القانون بتركيا في ظل هيمنة نظام حزب العدالة والتنمية على الحكم حيث أظهر تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2022 أن تركيا من بين أسوأ عشر دول في العالم بما يتعلق بحقوق الإنسان إضافة إلى تراجعها في ملف سيادة القانون أيضا التقرير الذي نشره مشروع العدالة العالمية ويراقب حالة سيادة القانون إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان ومدى التزام الدول بتطبيق القوانين ويستخدم ثمانية معايير رئيسية واربعة وأربعين معيارا فرعيا وضع تركيا في المرتبة مئة وستة عشر من أصل مئة وأربعين دولة أما في مجال القيود المفروضة على عمل السلطات الحكومية والتنفيذية والذي يقيس مدى التزام حكام البلاد بالقانون والمعايير الأساسية جاءت تركيا في المرتبة الأخيرة من بين مئة وأربعين دولة كما أظهرت بيانات التقرير أن تركيا هي الدولة الأقل احتراما لسيادة القانون في فئة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأن هناك تراجعا في درجاتها على المؤشر هذه البيانات وغيرها توضح إلى أين وصلت تركيا في ظل سيطرة رئيس النظام رجب أردوغان وحزبه الحاكم على مقاليد السلطة منذ أكثر من عقدين من الزمن حيث تقدمت عليها دول كالأرغواي ورواندا والسنغال وغانا ومنغوليا وبوركينا فاسو في مجال سيادة القانون اشتركوا في القناة